تحت عنوان رسالة إلى صناع القرار وشدات الهناء والاستقرار كتب الشيخ حسن الشنقيطي المغربي رسالة لأصحاب القرار في المغرب يناشدهم فيها بتمكين المغاربة المصلين من صلوات الصبح والعشاء والتراوح في المساجد وجاء في هذه الرسالة بسم الله وكفاء وسلام على الحبيب المصطفى وبعد فأقول باختصار شديد تبرئة للذمة وإلحاحا من بعض الناس تصريحا وتلميحا معاشر السادة الفضلاء إن من شريف علمكم أن الحكم يضور مع علته وجودا وعدما وحكومتنا الموقرة قد علقت حكم منع صلات الصبح والعشاء والتراوح بعلة الازدحام خشية انتشار الوباء بين الأنام ومعلوم أن هذه العلة نفسها موجودة بشدة في الأسواق الممتازة وغير الممتازة والأسبوعية وفي الحافلات والقطارات والاحتجاجات وفي كثير من المرافق العامة والخاصة مع تساهل كبير في ارتداء الكمامات كما هو ملموس محسوس ومع ذلك لم يجري عليها حكم المنع لاعتبارات كثيرة ليس هذا موضع بسطها وأغلبها معلوم مهضوم أوليست بيوت الله أولى بالرخصة يا ترى ولا نقول كما قال القائل ويا ليته ما قال الزحام ماشي بحل الزحام لأن العلة واحدة والحكم لازم لها عقلا وعادة وشرعا وكلام هذا تناقض صريح وتهافت قبيح ترفضه العقول السليمة وتمجه الفطر المستقيمة وبناء عليه فما المانع من السماح لفارضتي الصبح والعشاء والتراويح مع مزيد من الاحترازات والاحتياطات كما هو الحال في كثير من البلاد الإسلامية وغير الإسلامية وخصوصا أنه قد ثبت بحكم العادة أن رواد المساجد هم أحرص الناس على مراعاة التعاليم الصحية والواقع خير دليل فإنها منذ أن فتحت لم تسجل فيها سوى حالات نادرة والحمد لله وما هذا الحرص في الطلب من جمهور المغاربة الأوفياء لدينهم ووطنهم وملكهم إلا لشدة اشتياقهم إلى إحياء ليالي رمضان بعد أن حرموا من ذلك في العام الماضي وثقل عليهم تكرار هذه السنة وكذلك لدفع التصورات الداعشية البائرة والأحكام الظالمة الجائرة والاحتقانات النفسية الغائرة والتي ظهرت بعض آثارها في مسيرة بعض المدن المغربية والتي قد يستغلها بعض المتربصين لما لا تحمد عقباه أعاذنا الله من الفتن ما ظهر منها وما بطن فنرجو إعادة النظر في ذلك القرار من الفضلاء الأخيار لاسترجاع الصرور إلى ملايين القلوب المشرئبة إلى بيوت الله في هذا الشهر الكريم مع مراعاة التعاليم الصحي قدر الإمكان والله المستعان وعليه التكلان وخير الكلام ما قل ودل ويكفي من القلادة ما أحط بالعنق وتقبلوا منا أسمى التحيات وأبرك الدعوات في هذه الأيام والليالي المباركات حسن الشنقيطي المغربي غفر الله له ولوالديه ولكافة المسلمين الثاني من رمضان عام 1442